نروح لمقار جريدة الجمهورية ومراسلتنا العزيزة روزان النصر وأهم الأخبار الرياضية زي ما احنا متعودين مع حضراتكم في الصحف المحلية العربية أو العالمية وحيكون معها لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في جريدة الجمهورية يعني روزان حسبح ليكي طبعا أنا وكريم في البداية ولكن خلينا نعرف منك لأن يعني من ضمن المنشطات الهامة النهاردة من الشرق الأوسط وبيتكلم أن الفيفا خلاص بيحسن مصير مباراة القمة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين وده كان خبر معنا اليومين اللي فاتوا وتكلمنا عن تفاصيله وقلنا لأن كان فيه ثلاث لعيبة جايين من إنجلترا وإنجلترا مفروض هي رادزون فرفضوا أن هم يستكملوا المباراة خلينا نعرف الوضع دلوقتي إزاي تفضل صباح الخير يا نهوان صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان فقرة صحفية جديدة نروح فيها لأهم العنوين وهنبدأ بعنوان من جريدة الجمهورية سلام يا بدري فينجادا مؤقتا وثلاث أجانب وثنائي وطني على طاولة الجبالية من جريدة الشروق جريده مهتم بتدريب منتخب مصر ويقول خبراتي مع الأهل تؤهلني لخلافة البدري من موقع اليوم السابع مجموعة مصر ليبيا تواجه أنجولا بحثا عن الصدارة في تصفيات كأس العالم وأخيرا ده الخبر اللي بتسألي علينا هوندا هندخل في تفاصيله طبعا من الشرق الأوسط فيفا يحسن مصير مباراة القمة المعلقة بين البرازيل والأرجنتين هكلمنا طبعا في تفاصيل كل هذه الأخبار ناقد رياضي بجريدة الجمهورية الأستاذ حسام الغرباوي طبعا في البداية برحب بك على شاشة قناة الأهلي يعني خليني طبعا أكلمك في البداية على خبر قالت حسام البدري عايز أعرف رأيك بشكل عام على هذا الخبر هو شيء طبيعي طبعا الشكل العام اللي ظهر به منتخبنا الوطني ما كانش بصراحة في المستوى اللي كان متوقع من الجهاز الفني بقيدة الكابتن حسام البدري وكانت الناس طبعا نفسها تشوف منتخب قوي قادر علمه نفسه اللي احنا دلوقتي في البداية ومع فرق تعتبر ما هيش بالقوة أو الخطورة اللي ممكن تأثر علينا بالسلب فما بالنا بالأدوار التانية بعد كده ممكن نقابل مثلا سنغال أو حد في نفس القوة الكبيرة المعروف عنها فماذا نفعل يعني فشيء طبيعي ان احنا في أول مباراة قدرنا ان احنا نفوز ولكن كل الناس حتى يعني راجل الشرع العادي ما كانش مبسوط خالص ان احنا شايفين ان كان الفريق المنافس فريق قوي ليه شخصية ظهرة واضحة كان ليه خطورة ورغم ذلك ان احنا الحمد لله قدرنا بإلى حد ما ان احنا نفوز بالمباراة طبعا جات المباراة التانية ما كانش فيه شكل عام وشخصية ظهرة للمنتخب وده طبعا كان أصر علي بالسلب واحنا بصراحة يعني تعادلنا بالصدفة يعني باخر هدف في السواني الاخيرة منه المباراة فطبعا ده سبب قلق كبير جدا وضغط من الشارع على الجباله بشكل رهيب يعني ممكن الاتحاد الكورة ممكن لو ما كانش فيه ضغط جمهورة او الجمهور في حد ذاته يعني قدر ان هو مثلا يقدر موقف الكابتن حسام البادري او يعزوره او يقدم له اعزار الا لا يعني هم ضغطوا اكتر على اتحاد الكورة وفي نفس الوقت الاتحاد نفسه شايف ان الكابتن حسام البادري ما قداش الشكل او المطلوب منه في حين ان على العكس بقى يعني فيه ناس بعض الخبراء شايفين ومنهم نفسه كابتن حسام البادري ان هو قدى اللي عليه بدل انا تصدرت المجموعة وعندي اربع نقاط وفصت المباراة ولكن طبعا في نفس الوقت الناس بيتبحث عن القادم احنا شكلنا ازاي ليه احنا مقدماش بالشكل المطلوب خاصة ان احنا حتى طبعا في المباراة بعد اللاعبين ما كانوش في مستوامل انه هم تم ترحيلهم في اماكن اخرى ايمن اشرف مثلا زهير ايصر وهو كان اغلب المباراة الصابقة ليه ما كانش ليه دور فعله خاصة في الهجوم وكان يعني يميل الى المساك اكتر نفس القصة مع افشل هو طبعا قدى موسم ولا اروع في مكانه كصنع العاب وبيبقى ليه خطورة على المرمى المنافس وطبعا حتى كجناح اثر ده اثر عليه جدا في نفس الوقت برضو عدم قدرة الجهاز الفني ان هو يستغل محمد صلاح بكل قوته وصوله يعني ارقى مراحل المراحل الفنية زي ما احنا شوفنا في الدورة الاوروبي مع فريقه ولكن برضو في نفس الوقت احنا بيلاقي ان كابتن حسين بدري وبعض الخبر ارادوا بيقولوا انه المنتخب الظلم او الجهاز الفني خاصة ان احنا لقينا انه فيه موسيقين ملتحمين للدورة طبعا ارهق اللعبين بالنسبة للعبين في الزمالك والاهل انهم اغلب قوام الفريق منهم ده ارهقهم جدا الى جانب استمرار الدوري الى 9 موارات الاخيرة احنا كانوا مفروض بيطالبوا او مفروض كان الكابتن حسين بدري يرفض استكمالهم عشان ما بقاش عامل استرس على اللعبين وان هو يقدر يكمل بشكل كويس وبقى فيها رحية للعبين يكونوا تم فيها اعدادهم بشكل قوي الى جانب طبعا تأخر انضمام محمد صلاح للمعسكر من الساعة مدل الغد دلوقات شيء طبيعي ان كان هل هو فعلا من القوام الرئيس فهنضع الخطة بناء على وجوده ولا التحاد كرة القدم بالنسبة الانجليزين هل هيوافق بانطمام ولا لا فطبعا بقى ما باين باين فطبعا اكيد كابتن حسين بدري هيضعه تحت انه ممكن ما يشاركش فاكيد خطته الاساسية كانت على عدم وجود محمد صلاح فطبعا منضم او مؤخرا لي المباراة التانية شيء طبيعي اكيد الى حد ما هيربك الحسابات وبناء عليه تم اقالة كابتن حسين بدري بعد ما رفض ان هو يقدم استقالته ولكن يعني نتمنى المنتخب ان شاء الله في المراحل القادمة يقدم عروض افضل ان شاء الله معنا خبر كمان على رغبة جريده في تدريب منتخب مصر بعد اقالة البدري هل شايف انه يستحق قيادة الفرانة شيء طبيعي طبعا اغلب المديرين الفنيين اللي هم يعني تولوا الاندياة الكبيرة في مصر شيء طبيعي انه بيبقى عنده سيفي قوي جدا مع سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيل او بالنسبة لأغلب المديرين الفنيين فشيء طبيعي ولكن طبعا هم اللي اتحاد الكرة هيبقى بيشوف الاقرب مدرب فني اللي هو السيفي بتاعه بيبقى اختلق كتير بالكرة المصرية يعني زي فينجادا كده يعني فيه ناس برضو شايفة ان فينجادا مثلا اقرب لانه قدم كتير للكرة المصرية وشارك كتير وعلى المقابل نفس القصة جريده فشيء طبيعي بس ده هيرجع ليه اتحاد الكرة والخبراء اللي هنضم لهم لاتخاذ الرأي المناسب لان احنا منتخبنا مش للتجارب بصراحة احنا المستوى اللي جاي هيبقى اقوى في المشاركات واحنا عايزين نحصل على يعني نتصدر المجموعة نبقى ماشيين بشكل قوي عشان ما يقصرش علينا في المباريات اللي جاية ان شاء الله هل هتقدر ليبيا فعلا ان تفوز على الجابون في ارضها وتتصدر المجموعة ام لا واحنا طبعا نتمنى المنتخب الليبي اللي هو يقدي بشكل كويس وان كان هو طبعا متصدر مجموعته وممكن يحقق بصراحة الفوز حتى لو كان الجابون على ارضه خاصة الجابون مالوش اتغلب المرات السابقة واده المرات تانية فهتبقى الحالة المعنوية ممكن تبقى ضعيفة حتى لو على ارضه والمفروض بقى ان المنتخب الليبي ان هو يستغل هذه النقطة لو قدر ان هو يشوف نقاط ضعف اللي استغلها منتخبنا الوطني في المباراة السابقة وقدر ان ازاي يفوز عليه ويعرف ايه نقاط الضعف لو قدر يستغلها ان شاء الله يفوز مبارا ونتمنى له ان شاء الله الفوز ويكمل بنفس القوة ان شاء الله للمنتخب الليبي ونشوفه بشكل متميز وبقى فيهم نفسة قوية عندي قابلة يعني لان طبعا الحوال اللي بتمر بيها ليبيا شيء طبيعي كبت بتأثر على المنتخب فان شاء الله نتمنى لهم الفوز بإذن الله اخيرا عايز اعرف بقى من حضرتك هل ممكن الفيفا ان يقيم المباراة البرازيل والارجنتين مرة تانية ولا لا والله هي المشكلة دلوقتي ان القرار ايقاف المباراة المرة دي كانت بصراحة في ظروف استثنائية فاحنا مش قادرين ناخد قرار وده هيبقى على عاطق حكم براء اللي هو مقدم حتى التقرير بالغاء المباراة ما قدرش ياخد قرار نهائي بان هنخليل صالح الارجنتين ولا لا كالمعتاد لان طبعا اللي نزل الملعب هي جهة حكومية مش نزلة لشغب او كجماهير او اللي تحية او ان هم يشوفوا اللاعبين او يسلموا عليهم او من هذا القبيل يعني فطبعا جهة ادارية خايفة عشان ظروف جائحة كورونا وفيه تلات اللاعبين هم شكين او اربع شكين في اصابتهم فطبعا دي ممكن تسبل بكارسة ليه الجميع سأل كل اللاعبين او الحاضرين المباراة فطبعا هم زي اللي بينقذ مشكلة كبيرة جدا فقال هم هيطبقوا القانون طبعا دي هتحتاج من الفيفا تفكير لان احنا في وقت استثنائي وطبعا طالما وقت استثنائي بمش هقدر اطبق القانون زي مكان بيطبق على عادة المباراة زي مثلا احنا ممكن نلعب نقصين عدد يبقى عشرة وعشرة ممكن مثلا عشر لعبين وعشر لعبين ممكن مثلا انتهاء المباراة مثلا بخمسة وسبعين دقيقة وغيرها ونزول الجماهير وغيرها انا دلوقتي احنا في ظرف استثنائي هيبقى المفروض ان هم يفكروا فيها شوال ان ده مش هينفع ناخد فيه قرار انما لو اتاخد قرار ضد البرازيل هتبقى طبعا في صالح الارجنتين وان كان البرازيل مش تأثر اولي ان هي متفوقة على الارجنتين بستة نقاط ومتصدرة المجموعة في نهاية التصفات كس العالم وده هيرجع بقى ان شاء الله هنشوفه للفيفا مع التقرير الحكم النهائي ان شاء الله بشكرك جدا الاستاذ حسام الغربوي الناقد الرياضي هنا بجريدة الجمهورية مشاهدين دي كانت كل الاخبار من هنا من جريدة الجمهورية بشكركم جدا وعودة ليكم مرتين وحنا كمان بشكرك جدا زميلتها العزيزة روزان نصر وشكرا لأستاذ حسام الغربوي وأكيد شكرا للزميلة العزيزة هنا أبو العسلم على تخطيط أخبار النادي اشتركوا في القناة